كل شيء كان على ما يرام حتى بدأ هذا الانبوب بضخ الموت الزؤام الذي لم يبقي ولم يذر نحو 70% من نفايات العراق الصناعية تلقى مباشرة في الانهار بحسب بيانات للامم المتحدة منطقة التبايش في الاهوار احدى المناطق التي تحتضر احياؤها او تنفق كل ثانية فلا صوت يعلو على صوت الموت القادم من انابيب مياه الصرف الصحي كل شيء يموت الانسان الاسماك الابقار والاشجار والطيور وكل ما ينبض مهدد بالموت وحتى مواقع التراث العالمي لليونيسكو مهددة بالاندثار اكثر الامراض القاعد نعاني منها من هذا البوري هذا البوري دمرني وتظل الاشكالية الازلية قائمة المواطن يتجاوز والدولة تتغاضى والثامن باهظ بسبب التجاوز الحاصل من قبل المواطنين على هذه المحطات يحدث هناك بعض التلوث لكن احنا ذا ترجع انك دارة اتخذنا الاجراءات القانونية برفع دعاوى قضايا على المواطن لكن لم يتم الاستجابة التحذيرات من عواقب كارثية لم تلقى من يصغي لها والموت يزحف ينتشر ينتقل بصورة مخيفة من الحيوان الى الانسان بالحقيقة هذه تؤثر بشكل مباشر على التنوع الاحيائي على التنوع النباتي وعلى صحة الجاموس وتأثيراتها على الانسان واضحة بشكل كبير لان العناصر الثقيلة هي واحدة من السميات التي تتركز في الجسم التغيير بدورها تطرح القضية على طاولة الجهات المعنية انقذوا الاهوار قبل فوات الاوان انقذوا الى الانسان واضحة بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر